بسم الله الرحمن الرحيم أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت صباح اليوم مواقع ميليشيا الحوثي شمال مركز مديرية باقم فيما قامت وحدات من الجيش بتنفيذ عملية هجوم خاطفة على جيوب لعناصر الميليشيا في مزارع المعيد أسفرت عن مصرع قناص واحدت من العناصر واستعادت كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة قالت مصادر ميدانية بالجوف أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة صدت هجوما لميليشيا الحوثي في جبهة العالمة فيما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية ودمرت ثلاثة أطقم وعرب مدرعات تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة النضود المصادر أوضحت أن المعارك والغارات الجوية أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثين من عناصر ميليشيا الحوثي بالإضافة إلى عشرات الجرحة اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية المشتركة وميليشيا الحوثي الإنقلابية بمدينة الحديدة وقالت مصادر ميدانية أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة اندلعت بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي الإنقلابية في خطوط التماس بين الجانبين شرقا وجنوب مدينة الحديدة إثر هجوم حوثي وأضافت المصادر أن المواجهات اندلعت غرب مطار الحديدة وفي خطوط تماس بالقرب من الجامعة وأوضحت أن القوات تمكنت من صد الهجوم وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة هذا وقصفت ميليشيا الحوثي مجددا بالمدفعية الثقيلة مطاحن البحر الأحمر خلال الساعات الماضية جنوبي محافظة الحديدة وقالت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي قصفت بخمس قدائف مدفعية مطاحن البحر الأحمر فجر اليوم الخميس شرقي مدينة الحديدة وتسببت بتضرر مرافق المطاحن قال قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد الواء 37 مدرعا لواء الركن صالح طيمس إن حضر موت لن تكون إلا تحت راية ومضلة شرعية والدولة اليملية الاتحادية وضاف خلال ترأسه اجتماعا قياديا بحضور قادة الألوية العسكرية للمنطقة أن حضر موت تنشد بموقفها هذا السلام والاستقرار وبناء حاضر ومستقبل الأجيال القادمة وأكد على أهمية التلاحم وتكاتف الجهود والصمود للحفاظ على الدولة ومؤسساتها واستثباب الأمن العام والاستقرار الذي ينعم به وادي وصحراء حضر موت أكدت ابنة المختطف في سجون ميليشيا الحوثي فاطمة محمد قحطان أن الحوثيين منعوهم من التواصل مع والدها المختطف منذ خمس سنوات واستبعدت ابنة قحطان في تغريدة على تويتر أي نية للحوثيين للإفراج عن والدها وقالت بأنه لو كان هناك نية للإفراج عن والدها محمد قحطان لكان الحوثيون سمحوا لهم بالتواصل معه ونفت صحة التسريبات الحوثية التي تحدثت عن الإفراج عن والدها واستغربت نشر مثل هذه الأخبار والغرض منها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مليوني دولار إضافية لدعم اليمن في مواجهة وباء كورونا وقالت السفارة الأمريكية إن واشنطن خصصت مبلغ إضافي بقيمة 2 مليون دولار لدعم استجابة اليمن لجائحة كوفيد-19 من خلال زيادة الوصول إلى المياه النظيفة وإعادة تأهيل المراحض العامة وتعزيز النظافة وتوفير معدات الحماية الأساسية وامدادات التعقيم لمتطوعي الصحة المجتمعية نهاية الموجهة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة